هاشم بن عبد مناف الجد الثاني لنبينا محمد كان تاجر موسر وغني وهو اللي فتح لقريش باب التجارة برحلتي الشتاء والصيف لليمن والشام واخترع لهم نظام الإيلاف المذكور في سورة قريش وبالإضافة لمكانته التجارية كان سيد قريش المطاع ورث الجاه والشرف والسيادة وزعامة قريش الدينية عن أبوها عبد مناف وتولى مهمة استضافة الحجيج وسقيتهم وإطعمهم بتروي كتب التاريخ إن اسمه الأصلي عمر ولكن قريشا أسمته هاشم لأنه كان بيهشم الخبز لعمل الثريد لأهل مكة زمن المجاعة وتثمينا لموقفه العظيم أنشد الشعراء وقالوا عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف فأول تعليق القصة الكاملة للفتنة الكبرى وقتال الصحابة بالتفصيل